أعود بالله السامع العليم من الشيطان الرجيم سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العذم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وامرأتي عاقرة فقد بلغت من الكبر عثيا قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من محراب فأوحى إليه أن سبحوا بكرثا وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وزكاة وكان ثقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وادكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فانتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا وقالت أن يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ونجيناهم ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مث قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تصاقط عليك طبا جنيا فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارور ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالت قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من والد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبده هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبسر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإنينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان في حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الثور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هذينا واجتبينا إذا تثلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيذ إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ثقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ووربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على الرحمن حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا للظالمين فيها جتيا وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاة ورئيا قل من كان في الظلالة فلينذد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتينما نو ولدا أطرع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكته ما يقول وننذ له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم ضد ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عذا يوم نحشر المثقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا أتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسلناه بلسالك لتبشر به المثقين وتنذر به قوما ولدا وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة